في حكاية تانية بقى في حكاية تانية الناس بتلعب لقتي سيمي فاينال وفاينال في دورة أبطال أوروبا وفي ناس تانية بتحاول تسعد لدورة أبطال أوروبا في الدورة الإنجليزية الدورة الإنجليزية حلوته العظيمة إنك تستمتع بمنطقة الهبوط وصراع الهبوط تستمتع بيه تستمتع بصراع المراكز على البطولات الأوروبية او روبا ليج او تشامز ليج تستمتع طبعا بصراع الصدارة فالصدارة اكلينيكيا وبصراحة حرفيا ونظريا وعمليا السيتي غالبا خاد البطولة خلاص هيكسب المطشي جاي قدام شلسي يوم الحد على ملعبه ياخد البطولة بشكل رسمي مسألة وقت يعني فالسيتي حسم اللقب امام ارسنل وارسنل موجود في المركز الثاني نيجي بقى عالتالت والرابع البطاقتين الفضلين للسعودي دورة عبطال رابع أربع فرقب تسعى من انجلترا لدورة عبطال أوروبا او بطاقتين سيتي وارسنل زي ما قلتلك يتبقى مين يتبقى لك منشيستر وينايتد ونيو كاسل او نيو كاسل ومنشيستر وينايتد يتبقى بنفس النقاط في الثالث والرابع تحتيهم في الخامس ليفربور وبيحاول يخطف بطاقة بس هقولك الموقف ايه لما نيجي نشوف مع بعض يلا بينا حب أنا الأداء المصرحي ده جدا حجزة نادي منشيستر سيتي ونادي أرسنل بطاقة التأهل رسميا إلى دورة عبطال أوروبا الموسم القادم بينما يشتعل الصراع بين السلاسي نيو كاسل ومنشيستر وينايتد وبعديهم ليفربول على البطاقتين الأخرتين طيب جذول ترتيب الدولة الإنجليزية في الوقت الحالي حم نتكلم على الثلاث فرق دول نيو كاسل في المركز الثالث بستة وستين نقطة منشيستر من خمسة وثلاثين مباراة منشيستر وينايتد ستة وستين نقطة من خمسة وثلاثين مباراة وليفربول خمسة وستين نقطة ولكن من ستة وثلاثين مباراة طيب محتاجين إيه بقى كل واحد فيهم تعالوا نشوف نيو كاسل فاضل له إيه في الدولة الإنجليزية فاضل له برايتون ده فرقه قوية جدا جدا بس على ملعب نيو كاسل جده برايتون هاي اللي خلصت على أرسنل الماتش اللي فات وبعد كده عنده ليستر سيتي اللي موجود أو بيسارع الهبود وده برضه هيبقى مطش صعب جدا 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 عشان ليستر غالبا المباراة دي هتبقى الأمل الأخير ليه والمباراة أيضا على ملعب نيو كاسل آخر مباراة شيلسي وهي أيضا مباراة مش هينة حتى لو شيلسي يعني في حالة سيئة جدا ولكن المباراة كمان خارج الأرض هتبقى في ستانفورد بريدج وهتبقى مباراة صعب فالثالث مباراة اللي فاضلين نيو كاسل صعبين جدا جدا طيب مانشستر يونيتد عنده بورموس في المركز الرابع عشر والمباراة تبقى خارج الأرض مباراة على الورق سهلة احنا متفقين طبعا كلنا نفيش مباراة سهلة في الدولة الإنجليزية بس على الورق سهلة شيلسي برضو مباراة مش هتبقى سهلة أوي هتبقى على أرض مانشستر يونيتد في أولد ترافورد وهي وزروفها مع شيلسي فلهم مش هقدر أقول لك سهلة ومش هقدر أقول لك صعبة هي في النص كده آخر مباراة في الدولة داخل الأرض فمواجهات مانشستر يونيتد إلى حد ما متوازنة ما بين الصعب والسهل ليفربول ده ليفربول فاضل له طبعا مباراة 2 عشان هو لقى ب36 مباراة عنده أسلون فيلا على ملعبه في أنفل وأعتقد يكسبه إن كان أسلون فيلا في الفترة الأخيرة فهي قوي قوي وعنده ساوس هامتون الهبط رسميا يعني أول فرق الدول الإنجليزي هوبوطا هو صاحب المركز الأخير حتى لو مباراة خارج الأرض المفروض أن ليفربول يكسبها وبسهولة وإن كان طبعا فاكرين التعصر اللي حصل لأرسنال قدام ساوس هامتون ويدر ساوس هامتون ياخد منه نقطة أو بمعنى أضاك أرسنال عارف ياخد منه نقطة بعد ما كان ساوس هامتون هو المتقدم فالأمور لم تحصل طيب إيه الحكاية بقى لو نيوكاسل ومانشستر يونيتد حقا أو الفوز في مباراتين خلاص يدمنوا التأهل الرسمية لدورة أبطال أوروبا وليفربول عشان يسعد لدورة أبطال أوروبا هيحتاج لتعصر نيوكاسل أو مانشستر يونيتد ويفقدوا أكتر من ثلاث نقاط عشان هو الفارق لو خلصوا مؤجلاتهم أو المبارات اللي فرق بينهم وبين ليفربول هيبقى فرق أربع نقاط فهم يستنيهم يخسروا أكتر من ثلاث نقاط يعني أربع نقاط إلى فوق عشان يبدأوا يشوفوا فرق الأهداف وكذلك فليفربول طبعا بالصورة دي موقفه مش سهل مش سهل تصوري الشخصي إنه ليفربول لو خطف بطاقة هيخطفها من نيوكاسل مش هيخطفها من مانشستر يونيتد مباريات مانشستر يونيتد وإن كان مانشستر يونيتد طبعا مع إصابة راشفورد أموره مش هينة ومش سهلة بس نيوكاسل مبارياته صعبة هو أصعب واحد في التلاتة عنده مباريات بس كل ده يتوقف إن ليفربول لازم يكسروا مباراتين القدمتين الفضلين له ويشوف بقى تعصر نيوكاسل أو مانشستر يونيتد في مباراتين بهزيمة وتعادل مثلا عشان يصعد الدوري أبطال أوروبا ليفربول فاطل أخيرة فائق جدا انتصارات متتالية وأداء رائع ونتائج كبيرة بس متأخر قوي قوي ليفربول فائق متأخر قوي يعني مش ده بالنسبة دي الدوري الإنجليزي وصراع الحصول على بطاقة التآهل لدوري أبطال أوروبا ترجمة نانسي قنقر